بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم في الأجندة أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأسبوع الماضي أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة في ديسمبر القادم تضم خمسة دول إسلامية وعربية هي ماليزيا، تركيا، اندونسيا، باكستان، قطر وقال مهاتير محمد أن القمة التي وصفها بالبداية الصغيرة ستعقد لتسليط الضوء على مشاكل العالم الإسلامي واكتراح الحلول لهذه المشاكل وذكر أن 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي سيشاركون في هذه القمة التي ستتمحور حول دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية هذا الخبر قد يبدو عاديا للبعض لأن القممة الإسلامية والعربية نشاطات روتينية للسياسيين ليس لها نتائج نوعية على أرض الواقع لكن يبدو لي ولآخرين غيري أن هذه القمة لن تكون عادية كالقمم الباردة التي عرفناها في الفترة الماضية ويبدو أنه سيكون لها ما بعدها على مستقبل العالمين الإسلامي والعربي فما هي حيثيات هذا التفاؤل يا ترى وما هي أجندة هذه القمة وأهميتها في الوقت الراهن وما فرص نجاحها وغيرها من الأسئلة ستكون موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا في صيف العام 1993 نشر مفكر أمريكي يدعى صمويل هاندينغتون نشر مقالا في مجلة أمريكية بعنوان صدام الحضارات هذا كان عنوان المقال صدام الحضارات كان لهذا المقال دوي كبير وجدل واسع استمر في الصحافة الدولية الصحافة العالمية والأوساط السياسية والمعرفية استمر قرابة ثلاث سنوات قيل حينها أن هذا المقال هو أكثر مقال أثار الجدل منذ الحرب العالمية الثانية وقد تطور هذا المقال فيما بعد إلى كتاب وأصبح هذا الكتاب أحد مراجع السياسة الخارجية الأمريكية إلى جوار كتابين آخرين هما رقعة الشطرنج الكبرى لمستشار الأمن القومي برجنسكي وكتاب هل أمريكا بحاجة لسياسة الخارجية؟ لهندريك سينجر فعلب السياسة الأمريكية الطريف أن هذا المقال قد تضمن نظرية مناقضة لنظرية أخرى اشتهرت قبل صدور هذا الكتاب بسنوات قليلة نظرية في مواجهات نظرية النظرية التي صدرت قبل هذا الكتاب بسنوات قليلة هي نظرية نهاية التاريخ للسياسة الأمريكية فرانسيس فوكو ياما وهذا الكتاب أصبح مرجعا للسياسة الخارجية الأمريكية وكان فوكو ياما قد نشر نظريته في كتاب بنفس العنوان قبل كتاب صدام الحضارات كما قلت بثلاث سنوات تكريبا هو صدر في 1989 على الأرجح نظرية نهاية التاريخ ظهرت فورا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا بقيادة العالم لحظتها تصور فرانسيس فوكو ياما أن النموذج الغربي الديمقراطي هو النموذج الأخير الذي سيستكر عليه الإنسان في النماذج الإيدولوجية والنظم قال لن يكون هناك صراع إيدولوجي كبير بعد اليوم على شاكلة الصراع بين الرأس المالية والاشتراكية العالم أصبح مقتنعا بأن الديمقراطية الليبرالية هي ذروة ما وصل إليه الإنسان من تقدم اجتماعي بعد أن أثبتت جدارتها في تحقيق التقدم والاستقرار وهزيمة الاشتراكية ومن ثم كما قال فإن السنوات المقبلة ستشهد نزوحا جماعيا عالميا إلى جنة الديمقراطية الليبرالية هذا كلام بوكو ياما لكن هنتينتون جاء برأي مناكم قال ما معناه لا تفرحوا كثيرا صحيح أننا انتهينا للتو من صراع الإيدولوجيات لكن العالم سينتقل قريبا إلى صراع من نوع آخر هو صراع الحضارات العالم اليوم سيتم تنظيمه على أساس الحضارات والثقافات وإلا فلن ينتظم أبدا ما الذي يكصده هنتينتون بالحضارات ما هي الحضارات التي يكصدها وما علاقة هذا الكلام بالكمة الإسلامية القادمة في ماليزيا يرى هنتينتون أن العالم اليوم يضم حوالي سبع إلى ثمان حضارات والحضارة هي عبارة عن تجمع ثقافي للدول نحن كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن رؤية توينبي فيلسوف الحضارات توينبي وقالوا أنه نستحيل أن ندرس تاريخ الأمم لأن تاريخ الأمم مرتبط بالحضارات ومن ثم إذا أردنا أن ندرس شيء فليكن الحضارات هنتينتون اليوم يتكلم فيه سياك آخر برضو عن الحضارات الثقافة تشكل هوية حضارية لبعض الدول يعني الذي يجمع باكستان وتركيا وماليزيا وأندونوسيا مثلا هي الثقافة الإسلامية وإلا فما الذي يجمعهم؟ هم من أعراق مختلفة تماما الثقافة الإسلامية تعطي هذه الدول هوية حضارية تميزها عن غيرها كما هو الحال في الديمقراطية الليبرالية التي تشكل الهوية الثقافية للحضارة الغربية إلى جانب التقليد المسيحي الغربي يعتقد هنتينتون أن الحروب في المستقبل لن تقوم على أساس اقتصادية أو إيدولوجية كما كانت في الماضي بل على أساس حضارية ويبدو لي أن تمت ماليزيا القادمة تأتي ضمن هذه النبوء السياسية إلى حد ما ولا شك عندي أن قادة تركيا وماليزيا وباكستان القادة على الأقل يضمرون هذا المعنى ويطمحون إلى البدء في تكوين نواة متينة لتشكيل حضاري إسلامي لتشكيل كتلة إسلامية دولية تواجه التحديات التي تخلقها الظروف الدولية الراهنة الظروف الدولية الراهنة لكن يظل سؤال سؤال مهم هو ما فرص نجاح هذا المشروع يا ترى وما شروط نجاح ذلك ما سنتناوله في بقية الحديث في كتابه صدام الحضارات كان إن تانكتون قد قال إن كل حضارة إن كل حضارة من الحضارات السبع أو الثمان الموجودة الآن على سطح الأرض لن تنتظم إلا بدولة قائدة للتشكيل الحضاري كل حضارة محتاجة دولة مركزية تقودها تكون الدولة الأقوى أمريكا مثلاً هي الدولة القائدة الآن للحضارة الغربية في حضارة غربية من الذي يقودها؟ أمريكا بقية الحضارات بحاجة إلى دولة قائدة كأمريكا ولما وصل هن تانكتون إلى الحديث عن الحضارة الإسلامية قال إن سقوط الخلافة العثمانية تترك فراغاً في الدولة القائدة للعالم الإسلامي في عالم إسلامي لكن ما فيش من يقوده وقال إنه على مدى معظم القرن العشرين لم يكن لدى أي دولة إسلامية قوة كافية ولا ثقافة كافية ولا شرعية دينية كافية للاطلاع بدور الزعامة الحضارية للمسلمين وقال إن هذا الغياب غياب الدولة القائدة عن التشكيل الحضاري الإسلامي كان عاملاً أساسياً في نشوب الصراعات الخارجية والداخلية في الكتلة الإسلامية يعني لو كان في دولة تقود العالم الإسلامي ما شاهد العالم الإسلامي الصراعات الداخلية والخارجية هذا كلام هنتانكتون وقال إنه غياب هذه الدولة القائدة كان مصدر ضعف للإسلام ثم طرح المواصفات اللازمة للدولة القائدة للعالم الإسلامي فقال في عبارة واحدة إن دولة مركز إسلامية يجب أن يكون لديها موارد اقتصادية هذه شروطها يجب أن يكون لديها موارد اقتصادية جيدة وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية والتزام بأن تكون قيادة سياسية ودينية للأمة خمس شروط خمس مواصفات للدولة الزعيمة هذه هي المواصفات التي وضعها هنتانكتون للدولة التي تتزعم العالم الإسلامي ثم أخذ يستعرض الدول الموجودة الإسلامية الكبرى على ضوء هذه الشروط الخمسة ويبين مدى أهلية كل دولة لهذا المنصب يعني ذكر أندونسيا ذكر ما لها وما عليها وهل تصلح دولة قائدة للعالم الإسلامي أم لا ذكر مصر ذكر إيران ذكر باكستان ذكر السعودية وختم الكلام بتركيا كان يذكر المؤهلات الموجودة في كل دولة منها ثم يعقب بذكر نقاط ضعف هذه الدولة ويقول هذه لا تصلح لقيادة العالم الإسلامي بسبب نقاط الضعف هذه وجد هذه الدول جميعا غير مؤهلة لقيادة العالم الإسلامي باستثناء دولة واحدة هي تركيا تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة المؤهلة لقيادة العالم الإسلامي على غرار قيادة أمريكا للغرب وقيادة روسيا للتشكيل الحضاري الأرتدكسي لكنه قال إن عائكا واحدا يحول بين تركيا وبين هذه المهمة ما هو هذا العائك؟ قال النظام العلماني في تركيا تركيا مؤهلة لقيادة العالم الإسلامي هي الدولة الوحيدة المؤهلة لقيادة العالم الإسلامي لو لا أن النظام العلماني يعيقها هذا كلام هنتانكتوم في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي يعني قبل أن يشاهد النهضة التركية التي صنعها حزب العدالة والتنمية في صاحب التوجه الإسلامي لكن الحقيقة أن هنتانكتوم صمت عن الأسباب الحقيقية التي ستعيك قيام كتلة دولية إسلامية تحت قيادة دولة مركزية واحدة هو ذكر أسباب لكن هناك أسباب أخرى هذه الأسباب التي أخفاها أو سكت عنها تتعلق بالهيمنة الأمريكية والمصالح الغربية في العالم الإسلامي لا أمريكا ولا حلفاؤها والغربيون ولا روسيا ولا الصين ولا الهند من مصلحتهم كما قلنا في حلقات سابقة قيام دولة أو كتلة إسلامية دولية تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وتحصل على حق الفيتو كل هذه الدول رافضة وجود هذه الكتلة الإسلامية كل هذه الكتل الدولية ستتضرر من قيام كتلة دولية إسلامية تقودها تركيا أو أي دولة إسلامية ولذلك فإن هذه الكتل من الصين إلى روسيا إلى أمريكا إلى الغرب إلى بريطانيا كلها تتبادل الأدوار فيما يخص تفكيك العالم الإسلامي واستغلاله روسيا استغلت الأحداث الأخيرة في الوطن العربي لاشتياح سوريا والفتك بالثورة السورية بضع أخضر أمريكيا غربي ودخلت الآن على الخط في ليبيا لإجهاض ما تبكى من معالم الثورة الليبية لو لا أن تركيا لحكتها اليوم بالآن كان فيه توقيع على التفاقيات أو على مذكرة تفاهم مهمة وخطيرة للأمن القومي في المنطقة الصين أيضا استغلت الأحداث في اضطهاد شعب الأيغور المسلم والتنكيل به تنكيل بطرق بشعة ما يجري فيه في الصين للمسلمين في الصين شيء لا يخطر على بال اغتصاب للنساء المسلمات وتفريق بينهن وبين أزواجهن ومعسكرات لغسيل المخ وسحل للعقيدة هذا الصين الهند أيضا بجانب روسيا والصين استغلت الأحداث في الانقضاض على كشمير المسلمة وألغت الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به مقاطعة كشمير حسب الاتفاقيات القديمة مع باكستان ألغت هذا الوضع الخاص وهو إجراء خطير كان سيؤدي إلى الحرب مع باكستان لو لا أن باكستان دولة ضعيفة لو لا ضعف باكستان الآن لا أعلنت بسببه الحرب ستكون حرب نووية بالطبع ومع ذلك ما زال بإمكاننا أن نتفاعل وأن نتحدث عن فرص نجاح مثل هذا التكتل من الواضح أن قادة كل من تركيا وماليزيا وباكستان وقطر وأندولوسيا يدركون أهمية وجود تكتل إسلامي دولي يحمي مصالح بلدانهم في وادي الذئاب الدولي المجتمع الدولي أصبح مثل وادي الذئاب ومن الواضح أن هؤلاء القادة لم يعودوا يعولون على الكتلة العربية في هذا الشأن مثل ما كان يحدث من قبل بعد أن تبين أن القادة العرب مجرد وكلاء لأمريكا والصيونية في بلدانهم وكلام حراس نواطير بلغة الشام وقد وصل الحال ببعض القادة العرب إلى التعاون الرسمي مع دول معادية للإسلام والتحريض العلني ضد الجاليات الإسلامية في أوروبا وتغيير الهوية الإسلامية في بلدانهم وتحويل بلدانهم إلى بلدان تحارب الإسلام وتفتح صدرها لكل الديانات الأخرى أكبر معبد بوذي يفتح الآن في الإمارات في حين أن النظام الإمارات يحارب الإسلام والمسلمين في كل مكان في العالم ما كان يصدق هذا ومن الواضح أيضا أن قادة هذه الدول الإسلامية الثلاث لا يعولون على إيران لا يعولون على إيران في إقامة هذا التكتل الإسلامي على الرغم من أهميتها في إيران دولة كبيرة لها قدرها لكنهم لا يعولون عليها في دليل أنها لم تدعى إلى الكمة الخماسية القادمة في ماليزيا لأنه تبين للجميع أن إيران لا يمكن أن تعمل لصالح المسلمين هذه دولة قومية تعمل لصالح المذهب فقط لا ترى سوى أجندتها الخاصة لكن طبعا بإمكان إيران أن تكون عربة في المقطورة الإسلامية لا جزءا من القاطرة القاطرة هي الرأس المقطورة ما وراء القاطرة ممكن تكون عربة من العربات المقطورة لكن في القاطرة لا طبعا استبعاد العرب من القمة باستثناء قطر مع استبعاد إيران من هذه القمة هو المؤشر الأول على سلامة المشروع وصحته هذا أول مؤشر على أنهم في الطريق الصحيح أتحدث عن المشروع الذي ستتمخذ عنه القمة الإسلامية القادمة لأن القمة القادمة ستكون بمثابة الاجتماع الأول فقط اجتماع أول لوضع التصورات والآليات والحديث عن متطلبات المرحلة ووضع الأسس والركائز لبناء التحالف الإسلامي كما قال وصرح بعض المطلعين هذا كله قبل أن يبدأوا بالمشاريع المشتركة للدول الأعضاء ومن ثم من ضمن هذه المشاريع مشروع العملة الإسلامية الموحدة هناك مقترح يعني سك عملة إسلامية موحدة بين هذه الدول على غرار الدولار وعلى غرار اليورو الأوروبي وهذا كلام خطير كان يدفع أمريكا إلى إعلان الحرب أو إسكاط بعض هذه الأنظمة أمريكا ممكن تتسامح في أي شيء إلا في مزاحمة الدولار هذا أمنها القومي الأول وما أسقط صدام حسين إلا لأنه استبدل الدولار باليورو في تجارة النفط وكان بيحاول يجمع إيران وماليزيا ودول أخرى هذا هو سبب سقوط صدام الحقيقي وكان قد سبق هذه الكمة مبادرة قدمتها دولة قطر بالاشتراك مع ماليزيا وتركيا المبادرة تهدف إلى إنشاء ثلاث مراكز مالية ثلاثة مراكز مالية عالمية تشمل الدوحة وإسطنبول وكل الأنبور كلها دول ذات اقتصاد جيد هذه المراكز المالية العالمية لتغطية جبيع المعاملات المالية الإسلامية حول العالم مشروع طموح جدا في حين عند السعودية وإيران والإمارات تتحالفان مع من؟ مع الهند مع إسرائيل نحن على مفترك طرق الوطن العربي والوطن الإسلامي على مفترك طرق نحن أمام مشروع لتكتل دولي طموح للغاية وهذه الكمة ستكون مجرد نواة لتحالف إسلامي واسع إذا لم يحدث شيء نواة هدفها تأسيس القاطرة كما قلت التي تجر العالم الإسلامي وراءها ومن ثم المؤشرات الجيدة على سلامة فهم القادة الإسلاميين في الكمة القادمة أنهم دعوا إليها من المؤشرات على أنهم ناضجين وفاهمين وجاددين في ما يريدون هؤلاء القادة أنهم دعوا إلى هذه الكمة الشخصيات المفكرة والقيادات الاجتماعية ولم يكتفوا بالسياسيين والإعلاميين على طريقة الكمام العربية الباردة القمة الإسلامية القادمة ستستضيف 450 مثقف عربي وإسلامي إشراك المثقفين في كمة مثل هذه هو مؤشر على أن الموضوع كبير ومصيري وليس مجرد عمل روتيني بروتوكولي وكان حرص هؤلاء القادة تتبدى من قبل في تأسيس كناة تلفزيونية ناطقة بالإنجليزية لمواجهة الإسلام فوبيا الخوف من الإسلام في الغرب والعالم يعني في عمل في أرض الواقع في مبادرات عملية مش كلام نظري فقط لكن إلى أي مدى يمكن أن ينجح ويؤتي ثماره هذا موضوع آخر تعالوا قبل ذلك نستمع إلى الرئيس التركي أردوغان وهو يعبر باللسان قوي عن الحاجة إلى تكتل إسلامي دولي وأريد أن أعطيكم مثالا على ذلك مجلس الأمن في الأمم المتحدة لا يوجد من بينه دولة من الدول المسلمة هل يوجد معنى لعضوية غير دائمة القرارات يمكن إلغاؤها من طرف دولة من الدول الخمسة أنا أقول إن العالم أكبر من تلك الدول الخمسة وقد تغيرت الظروف التي كانت في الحرب العالمية الأولى تغيرت الظروف في العالم ولذلك فإن تغيير وتعديل الأمم المتحدة ومجلس أمنها شرط ضروري هذه دعوة حق يمكن من خلالها أن نؤسس لعدالة دولية ورأينا وما زلنا نرى ونشهد كثيرا من المشاكل التي لم يستطع مجلس الأمن الدولي حلها أنا أدعو إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن في ضوء الخريطة العرقية والدينية في العالم مثلما أن لمشروع الكتلة الإسلامية الدولية النقاط قوة كذلك له نقاط ضعف من وجهة نظرنا قد تؤدي إلى فشله لقدر الله أول ما يلاحظ من نقاط ضعف هذا المشروع هو أنه مرتبط برغبة القادة القائمين عليه يعني هو مشروع في وجدان وذهن الكادة القائمين عليه وليس مرتبطا بمؤسسات راسخة في الدول التي يحكمونها هناك اليوم قادة استثنائيون في كل من تركيا وماليزيا وباكستان على الأقل قطر من الواضح أن لدى هؤلاء القادة الثلاثة أو الأربعة لديهم شعور عالي بالمسؤولية تجاه التشكيل الحضاري الإسلامي واضح ويرغبون في عمل شيء لكن هذا الشيء الذي يرغبون في تحقيقه لكي ينجح يحتاج إلى مؤسسات راسخة وثابتة في دولهم ترعاه وتحميه لسنوات طويلة حتى يكف على كدميه أمام المؤامرات والرياح المتوقعة وإلا فإنه سيسقط سيسقط بمجرد خروجهم من السلطة هذا المشروع أو ذاك وعلى الأرجح فإن هذه المؤسسات غير موجودة في هذه البلدان التي تحدثنا عنها مثلا النظام السياسي في تركيا قد يسقط في أي انتخابات قادمة ويستبدل بنظام علماني يجرف كل إنجازات الحزب العدالة والتنمية في حقل السياسة الخارجية التحديدة من المعروف أن التيار العلماني في تركيا لا يرغب في التوجه شرقا نحو العالم الإسلامي والعربي لأنه يفضل البقاء تحت المظلة الغربية والأوروبية وسيجد هذا التيار العلماني دعما كويا من كل الأطراف الدولية بما في ذلك الأنظمة العربية التي تريد التخلص من نظام أردوغان وهذه نقطة ضعف خطيرة قد تؤدي بكل الجهود التي بذلها أردوغان في سبيل الربط تركيا بالعالم الإسلامي هذا بالنسبة لتركيا ماليزيا أيضا لديها مشكلاتها هي دولة ذات مؤسسات هشة إذا ما كورنت بدول الغرب بدليل أن نظاما هشا آخر مثل النظام السعودي كتتمكن من إفساد رئيس الوزراء الماليزي السابق أعطوه رشا رشوات بملايين الدولارات بهدف إفساد ماليزيا وكانت ماليزيا رايحة في داهية لولا أن مهاتير محمد استطاعا يتفادى الأمر رئيس الوزراء الماليزي السابق الآن في السجد بتهم فساد مالي كبير لولا ما يملكه مهاتير محمد من تاريخ ومن كارزمة ونفوذ ما تمكن من الإطاحة برئيس الحكومة في الانتخابات الديمقراطية وقد اضطر الرجل أنه مهاتير محمد أن يعود إلى ممارسة العمل السياسي وهو في سن التسعين لكي يتولى المسؤولية ويصحح الانحرافات التي طرأت بعد رحيله على السلطة يعني ما كان فيش حد غير مهاتير محمد ما كان فيش مؤسسات تكون بالأمر وعندما يقال أن الدولة بحاجة شخص يحمي إنجازاتها ويصحح انحرافات السلطة فيها هذا يعني أن الدولة بلا مؤسسات قوية تحمي البلد من مخاطر الفساد والتأامر الخارجي ما الذي يضمن بعد أن يذهب مهاتير محمد أن لا تأتي الإمارات والسعودية ويحاولان من جديد إفساد الدولة الماليزية المشاريع والمؤسسات القائمة على أشخاص مشاريع لا تدوم ولا يكتب لها النجاح المشاريع التي يكتب لها النجاح هي تلك التي تحميها مؤسسات الدولة الراسخة ومؤسسات المجتمع الركابية هذا الكلام يسطق حتى على المؤسسات العادية أي مؤسسة تقوم على فرد الفرد المؤسس أو الراعي أو الصاحبة لا تنجح لا بد ما يكون فيه فريق مؤهل ويكون فيه تفويض يحمي ويواصل المسير مؤسسات راسخة ترعى وتحمي مشاريع الدولة وكذلك الحال في باكستان باكستان الدولة النووية تعاني من مشكلات كبيرة في اقتصادها وفي جانب التنمية المستدامة للمجتمع الباكستاني ولديها تحديات كبيرة تستنزف مواردها البسيطة سباك التسلح مع الهند وغيره وإذا كانت هذه الدول الثلاث غير جاهزة لحمل مشروع الكثلة الإسلامية بعد خروج كادتها من السلطة فلن يكون في وسع غيرها أن يكون بالمهمة إذا كانت كل دولة من هذه الدول لديها مشكلاتها لن يكون في وسع الدول الأخرى مثل اندونيسيا مثلاً أو قطر أن تكون بالمهمة الوحدة هذه التحديات وتخوفات لدينا نسأل الله أن لا تكون حقيقية طبعاً كنا نتمنى وجود تكتل عربي دولي شبيه بهذا التكتل المنشود وشبيه بالاتحاد الأوروبي يحمي بيضة العرب كما يقال كنا نتمنى ذلك لكن المؤسف أن البلاد العربية واقعت تحت قبضة الاحتلال احتلال أجنبي غربي أمريكي نصب علينا مجموعة وكلاء محليين يقومون بالواجب لخدمته وخدمة مصالحهم الخاصة نحن الشعوب العربية لا نملك إلا أن نعلق آمالنا على مشاريع قادمة من خارج الوطن العربي مثل هذه التي تقدمها الدول الإسلامية حتى يخرج العرب من سردابهم لما تروح الغم ويجب أن نفرح بمثل هذه المحاولات والمبادرات والمشاريع وأن ندعمها شعبيا بقدر المستطاع لأن خيرها لن يتوقف على شعوب بلدانها وحدهم التكتل الإسلامي إذا وجد سيعود خير على الجميع على المجتمع الإسلامي كله كلمة المجتمع الإسلامي هنا ترادف كلمة الحضارة الإسلامية بالمناسبة لما نقول مجتمع إسلامي يعني حضارة إسلامية لأن المجتمع هو التشكيل الثقافي الواسع وسبك أن قلت في حلقة ماضية أن الأمم الصغيرة لا تستغني عن دائرة الانتماء الحضاري الكبرى إلا إذا أرادت حرمان نفسها من نسك دفاعي مهم ومن مصالح مهمة هناك اليوم من العرب من يدعونا إلى التفكير ضمن نتاق الدائرة العربية فقط أو الدائرة الوطنية فقط وفي الوقت نفسه يدعونا للاكتداء بالاتحاد الأوروبي تناقض وهو يجهل أو يتجاهل أن الاتحاد الأوروبي يقوم على حدود دينية لا على حدود كومية وعركية الاتحاد الأوروبي الأوروبي وليس الاتحاد الأوروبي الآن كتدخل دول من شرق من شرق أوروبا الأرثوذكس لكن أوروبا الغربية هي حدود دينية حدود أوروبا الغربية في حقيقة الأمر حدود دينية لا كومية الحدود البرية لأوروبا الغربية تتوقف شرقا وجنوبا عند حدود الدول الأرثوذكسية والإسلامية أوروبا الغربية تعرف نفسها هكذا يحدنا الأرثوذكس والإسلاميون والمسلمون يعني أوروبا الغربية عبارة عن نادي مسيحي كاثوليكي بروتستانتي لا يكبل في عضويته حتى الأرثوذكس المسيحي على الرغم من اختلاف الأعراق واللغات بين دول هذا النادي والحال نفسه مع الكتلة الدولية للأرثوذكس التي تقودها روسيا هناك كتلة دولية صربيا اليونان بعض دول البلطيك إلى آخر دول شرق أوروبا مع روسيا هذا تشكيل حضاري أرثوذكسي تقوده روسيا وما حد يستنكفوا يقول لماذا تقودون روسيا يقولوا لك كويس بالعكس هذا في مصلحتنا ليس على الطريقة العربية لن نقبل قيادة تركيا إذن لماذا لماذا إذن يستكثر علينا بعض العرب أن نكون نحن العرب ضمن النادي الإسلامي الكبير لماذا يستكثر علينا ذلك ما دام أن الدين هو الركيزة الأساسية في الهوية مثل أوروبا ومعروف أن للإسلام فضل في عدم وقوع حروب كبيرة بين الدول الإسلامية على شكلة الحروب التي خاضها الاتحاد الأوروبي التي خاضها الأوروبيون عفوا مع بعضهم بعضا في الحربين العالمية الأولى والثانية على الأكل ومن قبلها حروب ثلاثين سنة وحروب المئة سنة كانت داخل أوروبا هذه الحروب يعني سامويل ان تانكتون في كتاب صدام الحضارات الذي تكلمنا عنه لاحظ أنه نادرا ما وقعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية قال نادر ما وقعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية الفضل في هذا يعود لمن؟ للإسلام طبعا الإسلام كان سببا في تقليل فرص هذه الحروب الكبيرة بين الدول الإسلامية وقال أيضا أن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست في العام 1972 هي تكتل إسلامي لا نظيرة له في المجتمعات المسيحية الأرتوذكسية والبوذية والهندوسية أي أن المسلمين كانوا سباقين في بناء الكتلة السياسية الدولية عندهم حس إلى حد ما لو لا أن هذه المنظمة يعني منظمة التعاود الإسلامي أصبحت منظمة ثقيلة الحركة الكرارات فيها تتخذ بالإجماع وهذا شبه مستحيل ويعطل قيمتها بالإضافة للانكسام السن الشيعي اللي بداخلها هذا كله عطل هذه المنظمات وهذا يعني أن التكتل الدولي الجديد الذي قد يسطر بعد قمة ماليزيا قد يأتي على أنقض مثل هذه المنظمات منظمة المؤتمر الإسلامي وما شبه التي أجهضتها الأنظمة العربية البائسة مثلما أجهضت الجامعة العربية من قبل قال لك القرارات فيها لا تتخذ إلا بالإجماع من هذا اللي سيجمع على أمر وكأن العرب يعني فالحين يخترعوا العجل وبعدين يحطوا فيها العصى يضعون فيها العصى حتى لا تتحرك يخترعوا عربة وبعدين يخترعوا عصي يضعونها فيها القمة الماليزية المرتكبة في ديسمبر القادم تذكرني بمشروع الاتحاد الأوروبي هناك نقاط ضعف عفوا نقاط تشابه بين الحالتين في البدايات وفي الأهداف والآليات فيما يبدو ولعل كادت الدول الخمس الإسلامية العربية قد استوحوا تجربة الاتحاد الأوروبي بالفعل وأرادوا تكرارها على المستوى الإسلامي الاتحاد الأوروبي عندما بدأ بدأ بتجمع لست دول أوروبية هي فرنسا فرنسا ألمانيا بلجيكا لوكسنبورغ هولندا إيطاليا هذا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإسلامي المرتكب بدأ بتجمع خمس دول هناك ست دول عندنا خمس دول إسلامية عربية هي تركيا ماليزيا اندونسيا باكستان قطر الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي بدأت بداية بسيطة وعملية حيث اتفقت في العام 1951 اتفقت على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب مشروع بسيط التي ستشكل فيما بعد نواه لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي بدأت بداية متواضعة ثم توسعت الدول الخمسة الإسلامية أيضا بدأت بداية بسيطة من خلال الاتفاق على إنشاء ثلاثة مراكز مالية عالمية تشمل الدوحة إسطنبول كولا لنبور لتغطية جميع المعاملات المالية الإسلامية حول العالم ومع الوقت سيتوسع المشروع بانضمام هناك في أوروبا مع الوقت توسع المشروع بانضمام دول أوروبية غربية وشركية وأهداف التكتل الإسلامي المرتكب تشبه أيضا أهداف الاتحاد الأوروبي حسب كلام مهاتير محمد مهاتير محمد بيقول أن الكمة المرتكبة ستركز أعمالها على سبع مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية الدفاع والحفاظ على السيادة قيم الثقافة والحرية والعدالة إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة وغير ذلك وهذا يشبه أيضا ما فعله الاتحاد الأوروبي أدبيات الاتحاد الأوروبي التي تتلخص في تأسيس مواطنة أوروبية تتضمن الحقوق الأساسية والحقوق المدنية والسياسية هم دائما مهتمين بالحقوق في الطليعة إلى جانب العمل على ضمان مبادئ الحرية والآمن والعدل يضاف إلى ذلك دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال التأسيس لسوق أوروبية مشتركة وعملة موحدة وترسيخ أسس التنمية الإقليمية وكضايا حماية البيئة هذه كلها ضمن الأدبيات في الاتحاد الأوروبي عموما ننتظر من الكمة الإسلامية القادمة أن تضع الهياكل الأساسية للاتحاد الإسلامي للاتحاد الإسلامي القادم على شاكلة الهياكل التي تسير الاتحاد الأوروبي المؤسسات ننتظر الدعوة إلى تأسيس برلمان إسلامي له دور تشريعي ينتخب أعضاؤه مباشرة من قبل ناخبية الدول الأعضاء ومفوضية إسلامية على غرار المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه وننتظر أيضا مجلس الاتحاد الإسلامي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد الذي يضم مجلس الوزراء وممثلي الدول الأعضاء ننتظر تشكيل محكمة العدلة الإسلامية وهي الجهاز القضاء الذي سيشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد ننتظر تأسيس ديوان المحاسبات وهو جهاز ركابي يشرف على مراكبة ميزانية الاتحاد وغيرها من المؤسسات والهياكل الضامنة لنجاح المشروع الكبير إن أهم ما تفعله هذه الدول الستة اليوم هو صناعة الأمل في أهم في أمة أريد لها أن تسقط في بئر اليأس إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع الكادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر